بكرة هتندم على سخص كان بعملك حلو سخص كان بعملك باحترام وبطيبة وحنية وعملك حلو وانت خسرته وبعدت عنه فانت لو خسرته والله وانا صايم مش هيتعود وانا بحلب بالله حتى نحن بزمن المحترمين دلوقتي بقى قليلين جدا القلوب الطيبة بقى قليلين جدا فانت تيجي محترامي تيجي تتسهبل وتقول خليني اخسر الشخص ده اللي هو بعملك حلو بعملك بيتيب وبحترام تروح تتكبر عليه وتخسره انت اللي هتخسر نفسك وانت اللي هتندم ندم اسد الندم عشان احنا في زمن فعلا ما بنلاقيش اطلا اللي يقول لنا كلام حلو اللي يقول لنا كلام يريح البال ويريح النفوس احنا في زمن اللي بصلك كده نادر جدا تلاقي اللي يحترمك نادر جدا فمجس انت ها تخسر تيجي تخسر شخص كويس بعملك حلو اهو الشخص كويس مجزة اللي بعملك بطيبة وبأدب وتقول حياته كويس معك وانت هتخسره بكرا مش هتلاقيه انا ها انا ها قاع الزود لا ليه اصحاب ولا حبايب ولا اي بطيخ ليه ما تلاقيش ساحب كويس بالصاحب انت في زمن تلاقي الساحب اللي عنده حقد وكراهية وكبر انحمد الله فضل الله انا ما بتحفش الا الساحب كويس غير كده يا طوز فمجس انت تضيع الفرصة ها يكون ربنا كرمك بشخص كويس بعملك حلو تيجي انت تختاره يعني مثلا انا مثلا بعمل الناس حلو مثلا في النت يجي واحد يرد عليه رد مش كويس فانما يكون ربنا كرمك بشخص كويس بعملك حلو استمر معاه دي فرصة ربنا ادها لك انكن بكرا ما تلاقيش الشخص ده فاربنا ادنا مخ لكي نفكر اياك تخسر الشخص كان بعملك حلو اياك ان تخسر الشخص اللي بعملك بطيبة واحترام انت دلوقتي انت في زمن مش هتلاقي القلوب الطيبة انت في زمن دلوقتي مش هتلاقي المحترمين الايليين جدا فين فين عشان لو انت تلف العالم كلها تلاقي شخص كويس فاوعى تخسر الشخص اللي بعملك حلو استمر معاه فرصة سعيدة لكم وده كان فيديو جديد ناردة الاثنين تبع تاسر رمضان يجب ان تفيدوا داوشا لكل الناس استرقوا كتير وعملوا لايقات كتير مع تعليقات الحلوة مع تفعيل قرض ورد تعملوا نصر القناة بس تبكار تكون في احترام تعملوا لايقات كتير اعجب فيديو داوشا لمليون متشارك ومليون لايقات ومليون لايقات ومليون مساهدة وشكرة